خبوص صاج بالصرصة الحارة ها عدة صرصة حارة متكونة من فلفل اسود وفلفل حار ومعجون وزيت الزيتون وببركة وكرفوس خلطناها وصلت في هاي الطريقة خلناها على الخبوص نفركها بهاي الطريقة سوف ندهن الخبز من فوقه من الجوائر سوف نقليها على مكانة الصاجة هاي تتقطع وصير ويا الأكيل ويا المشاوي طعام هراقي طريقة حلوة وسهلة تمنى تعجبكم تحياتي لكم تطعق لنبهن الخبز سوف نضع نضع لنبهن الخبز نضع الخبز حول وحول الحفظ ونضع هناك خبزة هذه كما قلت لكم وإذا لم تكن لديكم مكينة صاج تستخدمونها بالطاوة ولكن لا تطولوها متى وتقطع وتستدم وتشغل تجد تحياتي ايه؟ تحياتي 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 تحياتي